احتمال تكرار سيناريو أسوان بالقاهرة وارد ما يثير مخاوف سكانها فمعاشه قاطن مدينة أسوان كان مفاجئاً في ليلة رعب سببها سيول المتهاطلة التي جرفت العقارب والثعابين مما خلف تسجيل مئات اليصابات بسبب اللدغات فقد أكد قسب الأرصاد الشوية بمركز البحوث الزراعية في مصر إمكانية وصول العقارب والثعابين التي ظهرت في أسوان الأسبوع الماضي إلى الحاصمة لكن بقاءها لن يطول بسبب العمارات السكنية والبنايات التي تجعل من الصعب انتشارها في القاهرة ظهور العقارب في أسوان وعلاقته بالأمطار يرجع إلى سقوطها بشكل خزير ما أدى إلى حدوث سيول قابله انهيار منازل حدة وكذلك المقابر لدغو العقارب والأفاعية السكانة سبب عديد الإصابات مثل ما كشفت عنه وزارة الصحة المصرية نافية عن تجيل أي وفاة بسبب ذلك وعلى ما يبدو أن مدينة أسوان المعروفة بمناخها الحار صيفاً والمعتدل شتاءاً قد تغير وهو ما يؤكد حقيقة أن المناخ العالمي يتأثر بسبب الاحتباس الحراري ترجمة نانسي قنقر